من صدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا ينكيم مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات اللي عم نطلع عبره لقاءنا الجديد ضمن برنامج كل يوم بيومه أكيد رح يتناول الشئ الإقليمي والمحلي بموضوع الصراع الكبير يلي حسب ضيفنا ما له تسويات له حسم واحد ومثل ما كتب نحن اليوم بمرحلة التحرير من البحر للنهر وما في مجال للمناقشة هالكلام اسمتوا من ضيفنا من عدة سنوات لكن اليوم عم نعيش هيدا الزمن أتفاصيل مع ضيفنا الباحث الدكتور مخايل عوض أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا تتذكر أداكنا ناقش الموضوع وأداك كتبت تحليلات وقدمت وثائق ودراسات تقدير موقف معمق وأننا في زمن التحرير وستقع الحرب ونحن في حالة استعصاء ولشرارة أو كذا فاللي صارو كنت عرفون يعني على الأقل أزعم هذا نعم الله يعطيك العافي دكتور مخايل عوض خلينا نبلش مباشرة قبل ما أدخل إلى غزة وتفاصيلها في شيء أقليمي ملفت زيارة البوتين إلى السعودية والإمارات ومن ثم اليوم زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا شو عم بيصير؟ هل هناك خلط أولاق دولية؟ هل عم تنرسم التحالفات الجديدة؟ هل بعد شيء مجال للحياد؟ واللعب على وطر الخطين والمحورين؟ هل بعد شيء مجال هذا الشيء؟ إحنا اللي ساير واللي عم يصير له توصيفات كثيرة أهم شيء أنه إحنا نفتح عقلنا ونبلش نعتمد مناهج تفكير جديدة غير التي اعتدنا عليها وأن نتوثق من عندما نقول أن جرى حدث غير مسبوك بالسياسة، بالاقتصاد، بالعسكر، بحياتنا الفردية خلص ما فينا نفكر بعلاجه أو بكيف ستكون نتائجه من الصندوق من الصندوق يعني من الماضي، ليش؟ لأنه اسمه حدث غير مسبوك، فلو مسبوك ما كان يصار غير مسبوك أول شغلة خلي نبلش نراك لجحيل لنطلع من الإسقاطات، من الثوابت، من التقاليد، من القيام ومن الماضي اللي حاكمنا حتى الآن يعني كنا قلنا لمرات عديدة نحن في حقبة مخاط شديدة لولادة عالم جديد مش نظام، عالم جديد وفسرنا ليش عالم مش نظام وقلنا عن ثلاث حقب عصرية للحياة البشرية جوازنا اثنان، الثاني شيخة لإسمها العالم الأنجلوسكسوني الذي تأسس واطلقت مفايله في معاهدة وستفالي 1648 والعالم صار له 30-40 سنة عبي يتحرك عبي يخوض حروب، يخوض معارك، يجري تبدلات من أجل الولادة استعصت الولادة، فجرت عملية قيصرية من الخسرة الأوكرانية لم تنجح بالولادة عاد الزمن والتاريخ إلى الجغرافيا التي تولد ما هي الجغرافيا التي ولدت كل جديد بتاريخ البشرية بر وساحل الشام؟ بالمناسبة غزة هي حدود ساحل الشام وبرها من جهة إفريقيا لأن الشام أو العربية القديمة هي الجغرافية الممتدة من ساحل غزة إلى طروس، زغروس، فالهضبة الإيرانية وبحر العرب يعني إلى المحيط لندهي قديما كانوا يقولوا يقطع خط وهمي يقسموها جنوبية وشمالية اليمن أخذ اسمه من الجنوب، نحن نقول اليمين على الجنوب والشام أخذت من الشمالية بهذا الجنوب كان فيه عربيتين في هذا الزمن والثابت عبر كل الأزمنة والتاريخ وأنا دائما بحكي عن كتاب أصيرات الولية وساحل الشام اللي صدر بالألفان وأربعة لعبد المسيح عبد الملك أو العكس فيها عمل رصد من أربعة إلاف قبل الميلاد إلى ألفان وأربعة ميلادية وطلع باستنتج أن هناك مثلثا بزوايا ذهبية لصناعة مستقبل تاريخ الإنسانية صناعة مستقبل الإنسانية وبقول أي قوة إذا انتصرت بواحدة من زوايا المثلثة الذهبية اللي هني فلسطين القدس بيسان يعني غزة أو بغداد أو بيروت شوفوا أن الزوايا حكما ستصبح قوة إقليمية أو إمبراطورية وأي إمبراطورية هزمت في واحدة من الزوايا بدأت تتراجع وربما تندثر وهل هلأ يعني عنا شواهد متى سقطت السلطنة العثمانية عندما هزمت في غزة بمواجهة ثلاث جولات من المعارك مع العثمانين سقطت غزة سقطت السلطنة عندما سقطت بغداد أو بيروت سقطت الاتحاد السوفيتي اللي كان هولي جزء من المثلث فيها الآن أمريكا أو صار أحسن نقول العالم الأنجلوسكسوني لأنه بيجمع أمريكا والغرب والأطلسي الأطلسي عموما يلفظ أنفسه في الزوايا الثلاث فإذا نحن ذاهبون إلى ولادة عالم جديد زيارة بوتين في هذا الظرف تأتي لتؤكد على الأقل ثلاث حقائق واضحة أن روسيا ليست لا تدير ظهرها للمنطقة تدرك أهميتها وتطوراتها وتحاول تأكيد دورها في هذا الزمن وابتله إجاب عندهم مبادرة أثنين أن الخليج أخذ مسافة عن أمريكا ولا عودة عنها على عكس كل اللي صار الحاكية واللي بيضلوا قلولة كيف محمد بن سلمين بديتحرر من الأمريكين وما بعرف شو في هذا السياق أن العالم انقسم الآن إلى محورين وأستطيع على مسؤوليتي أن أقول الحرب الجارية في غزة وما سبقها وامتدادها إلى أوكرانيا نحن في حرب عالمية عظمة مسرحية ومساحتها وتستخدم فيها وكل القوى بمعنى أدق الروسي والصيني الآن فركان أيديهما فرحا أن أمريكا والأطلسي والعالم الأنجلوسكسوني وبشخص بايدن وهلأ البريطانيين جاءوا ليعلنوا أنهم يقودون إسرائيل ويقودون الحرب طيب ممتاز في منطقة سيهزموا حكما وقطعا وعلى كل المذاهب المذاهب العسكرية والمذاهب العلوم الاجتماع عرفتك بدون نهزموا طيب لكي قداش وفروا على الصين احتمالات وخطر حرب عالمية في بحر الصين اللي كان عبينحكي عنه حرب نوية وإلى آخره ولكي قداش وفروا على روسيا اللي هلأ يعني نائب قائد الأطلسي قال توقعوا أنباء يعني دراماتيكية في أوكرانيا متوقع أنه تسقط كيف بأن لحظة والتانية مش بيهجوء مش بالضرورة بهجوم ضرد واستسلم بهذا الجانب فإذن نحن شئنا أو أبينا رغبنا أو لم نرغب أكان هناك غرفة عمليات واحدة لمحور أوراسيا دول الجنوب محور المقاومة إذا كان في غرفة عمليات واحدة تنسق أو لم يكن لأنه هون بصير التنسيق منسميه تقاطع مصالح موضوعية نحن بإزاء محورين يحتربان في العالم بكل أشكال الاحتراب في أوكرانيا بدأ بالنار في المنطقة العربية مع محور المقاومة بالنار بالصين حرب عالمية اقتصادية وحرب عالمية مالية أو نقدية إذا نحن في حرب عالمية عظمى ستستعجل ولادات العالم الجديد وسيكون العالم الجديد يحمل أخلاق وقيم وطبائع آسيا والأديان دكتور مخايل عود حضرتك عم بتقول أنه زيارة البوتين بتحمل ثلاث نقاط أو ثلاث أهداف أول شي عم بقول أنا بعد عندي دور بالمنطقة أو بداية دور في المنطقة الخليج تخلى عن أمريكا عن دوره بالأمريكا وهو انقسام تأكيد للانقسام العالم العمودة السعودية مش هيك عم تتصرف السعودية عم تتصرف على أساس أنه في مصالح نفطية بينه وبين روسيا وليست مصالح سياسية لأن المصالح السياسية خاصة الإمارات موجودة مع إسرائيل ومع أمريكا خليني أقول لك شوي الأمور بدأ توضيح فيها أول شي ليس هناك شيء في الحياة سياسة دبلوماسية علاقة صحبة اختلاف حرب إلا وخلفية اقتصادية فأنا أقول هي تعبير عن مصالح ممكن عم نضيف أشياء كثيرة وهي حقا هكذا أثنين السعودية في هذه الحرب ليست السعودية في حرب تموس لا هي ولا الإمارات ولا النظام الرسمي العربي تتذكر بحرب تموس كيف كانوا؟ كانوا مع إسرائيل قالوا عن المقاومة مغامرة شاركوا بفرد الحصار على حزب الله وعلى المقاومة نصبوا سوريا وإيران وحزب الله العداء وإجت بعد الربيع العربي فيها طيب اليوم السعودية مثلا هل استجابت لضغوط بايدن وقبلت إصدار بيان بإدانة حماس وعملية طفان الأقصى؟ هل القمة العربية والإسلامية أصدرت بيانا بإدانة عملية طفان الأقصى؟ هل بالكلمات يمكن استثناء كلمة الباكستاني وحدا أوروبي اللي حاول أنه يساوي بين جرام إسرائيل وطفان الأقصى؟ بالكمية الإسلامية بالكمية العربية الإسلامية والباقي؟ لا محمد بن سلمان فيها عندما جاء بلينكين بزيارته الأولى نطروا عشر ساعات بس أعدوا ويقالوا من الآخر قلنا لكم غير مبادرة بيروت قمة بيروت ومبادرة المالك عبدالله ما في حال للصراع العربي الإسرائي يذهبوا لتجدون حلا سياسيا والحد الأدنى مشروع الدولتين أي انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيرة طيب السعودية هي مشتعيحية السعودية طبعا لألفين وستة المصر الآن التي رفض رئيسها وأبو ماذن والملك عبدالله أن يعقودا قمة مع رئيس النظام العالمي اللي اسمه بايدن لتشكيل قوة ابنه متحالفة لحماية إسرائيل مأبل ومصر والأردن قالوا أنه عملية تهجير وترانسفير للفلسطينيين يعني إعلان حالة حرب طبعا مش دفاع عن فلسطين وإعلان كرميل غزة وأطفالها بكلمة وحدة أي من الجبهتين الذهب المفتاحيتين الذهبيتين فيها توقف الحرب كلمة وحدة ما بحيجي لا لقطع علاقات ولا لحشد جوش وطلع أبو عبيدة قال أبو عبيدة لا نطلب منكم لا سمح الله أن تساندونا بتخدوا موقف احترموا في عربتكن وإسلامكن وتدينكن ومصالحكم المباشرة فيها فأنا لا أوافق على القول أن الحالة الرسمية العربية والإسلامية والعالمية نهيك الحالة الشعبية اختلفت هي كما كانت في السابق بلاي عم بتم تسويق دكتور عوض عم بتم تسويق أنه حتى تعديل القرار 1701 في لبنان هو مطلب صعودي على لسان الفرنسي أدي هذا الكلام دقيق إذا حدرتك عم تتقدم وتقول أنه صعودية اليوم غير صعودية نحن سؤالنا حبيبتي أول شيء أنا نوسع شوي عقلنا وفكرنا ونعتمد أهليات ومنهج تفكير جديدة وعصرية وتتفاعل مع الواقع وتفهمه وليست محكومة بأفكار متقاربة مثل للأسف سبعين بالمئة تسعين بالمئة بفهم الناس بس ما بفهم الخبراء والمثقفين والكتاب والبحثين يكونوا بعدهم موافين عند تلك المناحج التي تقادمت أول شيء السعودية لها لسان ولا تعبر عن موقفها بلسان فرنسا هاي بيكون الصحافة والإعلامة تشاني فبرك والراغب وأنا بتعرفي عنا كثير في لبنان راغبين وهي تمنون وهي يناصبون المقاومة العداء شيء واضح والمقاومة تعيشت معهم وتعود هيوياهم على طاولة مجلس الوزراء ومجلس النواب وصافحهم السيدة يعني تصافحهم لذلك أنه المقاومة تقبلهم فنحن حكم أن نقبلهم وتاليا أنحن عم نحكي الواقع مثل ما هو إذن السعودية لها لسان وتستطيع أن تعبر عن نفسها ما حدا يخبرنا شو بد السعودية السعودية فيها تخبرنا بصورة مباشرة نعن واضح أنه محمد بن سلمان أذكى من كل هذه القيادات وأذكى من الأدوات التي تقدم نفسها حليفة للسعودية في لبنان تذكره بزمانه بعد المصالحة الإسلامية الإسلامية والعربية العربية وبالمنسبة هي خط ثابت تذكري شو قلت لك أنا نقطة أول السطر طلع عندك ألف واحد بعد وقال لك هذه كذبة وما رح تصير وفيلم وانقطعت العلاقات وإلى آخر بعد المصالحة لا لا القمة الإسلامية والعربية شو أكدت أكدت أنه خلص هذا خط مسار نحط مقطع أول السطر ما عيد في حروب عربية عربية وإسلامية إسلامية وتتدرد وهذا منعكس على القاعدة الشعبية الموجودة على لبنان طريقة جديدة حكيت كلمتها أحسن خليني يجي أول إذن ما حدا يخبرنا شو بدأ السعودية ويمون عليها ويبيض علىنا ويهول علىنا فينا ناخد الخبر من السعودية عنده وزير ألم عنده ناطق رسمي عنده سفير عنده صحافتها عنده وزير خارفي عنده نجيبو لنا ناس يعني هيا واحدة اثنين أنا أشك أن فرنسا على درجة من الخرف ومصاب عقلها بالزهايمر وأنها كأمريكا وإسرائيل تظهر عليها ما يسمى بعوارد الشيخوخة يعني الدخول في حقبة الذاكرة الانفصال عن الواقع والذاكرة القصيرة بتبطل بيعرفوه في خرف يعني حالة بشك أنه فرنسا لو أنه مبين رئيسة بعده شاب هناك فيك تأخذ وتعطي وبتلي تكون قادة تكون متوهمة وتسعى لترويج الأوهم هذا الحديث عن تعديل سفات شو قصته لا لك سو الحديث عن تعديل سبتعاش سفر واحد عن تطبيق سبتعاش سفر واحد الحديث عن والتهويل بقوة ناتنياهو وإسرائيل وأمريكا لفرض قبولها على المقاومة وإبعاد المقاومة إلى خط الليطاني أو على الأقل قوة الردوان أو صيدة أو صيدة أو لا للأول هذا الحديث ما بيحكيه لوحد عنده زهايمر بكلمة تانية الكلمة ليه عده يسعر له السبتعاش سفر واحد السبتعاش سنة طب لاش ما طبق لاش ما كان في قوة قادرة على تطبيقه طب هايش اللي لنا يحطيها على جنب فيها جاء بايدن بشخصه لأول مرة أثناء الحرب وفي الأسبوع الأول يزور إسرائيل وسبقه أن أرسل أحدث حاملات طائرات والقطاع البحرية وأحدث غواصة نووية إلى المنطقة وقبل أن يأتي سبقته الدعاية بأنه الوسطة أجروا اتصال وهددوا حزب الله وهددوا لبنان بالويل والثبور وإيران بالحرب النووية وسوريا بتدمير دمشق إن فتحت جبهة الشمال صح؟ صح قامت تردد جبهة الشمال باليوم الأول وفتحت وقتلي إجت الإنذارات ما قالوا لهم بدنا وما بدنا وصعت دائرة الاشتباك وأسقطت قواعد كل قواعد الاشتباك نتبعي مش للألفان وستة طبعا لألف وتسعمية وثنان وثمانين أسقطت لأن قواعد الاشتباك ألف وتسعمية وثنان وثمانين اشترطت وثبتت ومنعت للفلسطينيين حمل السلاح والقتال إلى جانب أهلهم في الضفة وفي غزة شو عمل حزب الله؟ قالوا بدكن ترددونا وتلوحوا مش قواعد الاشتباك مزارع شو بقى هاي المية وخمسة كيلومتر فتحنا وبقوم خمسمية متر خمسة كيلومتر الناس ما مدركين بقى هاي بقولوا عن حزب الله وكذا بتعرف إنه الاشتباك والحرب الجارية في جنوب لبنان تجري في مساحة ثلاث أضعاف غزة؟ هاي مساحة غزة ثلاث مية وستين كيلومتر اليوم خمسة خمسة كيلو بخمسة كيلو على ضفتي لحدود عشرة كيلو على مية وخمسة كيلو هاي ساروا ألف وخمسين كيلومتر ثلاث أضعاف مساحة غزة والحزب ينشط بين الفترة وتنين تروح المسيارات على حيفا صح؟ وبتوصل للناصرة وأم الفحم وبتروح السواريخ على بحير الطبرية وعلى صفد طب هو بهذا العمق وحجم الخسار الإسرائيلية في الجنوب اللبناني المادية والعسكرية وترحيل التسعين ألف من اللاجئين وعملين صداع وما بدون يرجعوا إذا في قوة رضوين وفي حزب الله أعلى من الصداع اللي معمول بجنوب فلسطين أي بمستوطنات غلافغز طب إذن شو كيف تسأت آمل الحزب والسيد حسن نصر الله؟ تآمل أنه أنتوا جارين بأساطيلكون وبتهاوله وكذا طب نحن نحن لها ولم يكتفي بالقول نحن لها طبعا طبعا التلويح الفرنسي والتهديد بأنه والله إذا ما نسحبت قوة الرضوين للأول بدأ يجيكون نتانياهو نحن والأماركين بدنا نقاتل وهو سبق هيدا لزيلك عبول في حالة زهايمر أو في تقويل للفرنسيين والأماركين والسعودية بلسان لبناني يعبر عن رغبته وليس عما يبطينه أو ما يريده بس ما كان فيه تكذيب بلا تكذيب شو قال السيد حسن قال الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات ونحن ملتزمين أنه تنتصر غزة وتنتصر حميز صح؟ وبوضوح وقال نحن مفتحين على كل الاحتمال قال هذا كلام فيه غموض لكنه غموض بناء وأنا قصده ورايحين بالأمور إلى هذا الحد طيب شيلي هولي وفترضيهن ما ساروه شو بتفسريلي شو بتفسريلي أنه سيد حسن نصر الله طلب خطية من إعلام المقاومة أن تنعي الشهداء بأنهم شهداء على طريق الكدس طيب شو بتفسريلي أنه الناس عبدالطالب تطبيق 1701 وتعديله وانسحاب لقوة المقاومة من الردوان أو المقاومة إلى الأولي أو للي طاني وإلا العضاء من الأمور وما بعرف شو وقام طلعت حماس قالت نحنا بدأنا التطويع والإعداد بما يسمى طلاعة طفان القدس طفان الأقصر شو بتفسريليون؟ حماس بتعملها بدون ضوء بدون استشارة حزب الله؟ تعملها بدون ضوء أخضر؟ تعرف شو يعني حماس بدأت تقاتل في هي والجهاد الإسلامي وقوات الفجر في جنوب لبنان لإسناد غزة وإسناد الشهداء تعرف شو يعني هذا؟ تعرف شو يعني الإعلان الشهداء على طريق القدس؟ هذا بيعني أن حزب الله ومحور المقاومة اعتبر أن عملية الطفان وما هو جارن؟ هي الحرب الكبرى التي كان السيد حسن نصر الله من أربع سنوات يشربني إياها بالمعلقة وما كنا نفهمها وما كنا نشربها وآخر شي قال أكملنا عدتنا واستعداداتنا وتجهيزاتنا وتدريبنا وسلاحنا والحرب الكبرى ستكون أقرب من توقع أكثر المتفاعلين والحرب الكبرى هي حرب تحرير فرسة من البحر إلى النهر فوقت الحزب والمحور فاتح جبهة بمساحة ثلاث مليون كيلومتر فيها ٢٢٠ مليون إنسان لأول مرة تدخل أربع بحار مجال الاشتباكه مسرحة والقول للأمريكان وللأنجلوسكسون أن كل الامبراطورية التي تغيب عنها الشمس تبقى بريطانيا كانت من وراء الأساطين لأنها دولة بحرية وسلمتها لأمريكا هذا المحور أدرك أي قنص تعدى أعدى باتت له الفرصة الآن مؤاتية وذهبية ويخوضها وليس باعتباره يا جولة وليس باعتباره فقط ترسيد بالنقاط باعتباره حرب مفتوحة إلى حين تحرير فلسطين من البحر إلى النهر بشان ما أطعك رح أسأل سؤالين وأترك لحد التحرير لا أطعيني بالأكد دكتور عوض من حيث ما تقدمت فيه عم بتقلنا أنه رحين إلى التحرير لا مجال نحن أمام ما تحرير استاوت استاوت خمسة سبعين سنة بكفت مقالتك بالأمس بتحكي أنه لا في مجال لا التسويات ولا الصفقات ولا المناقشات ولا الحلول ولا شي رحين إلى التحرير كيف بدأ تكون في تحرير ومدام كمان من صغريتك قبل بساعة بتحكي فيها كمان عن الميدان بدي إجمع لا حل سياسي لكن الميدان بدو يحكي أي ميدان نحن حرب عالمية رح نكون أي أي ميدان شو في العلك ساغلي الحرب هذه اللي سارلة واحدة وستين يوم كتب فيها نظروف معروف الروسي يعني أقرب لأن يكون خبيرا فيلسوفي يعني خلينا نسميه بسنوم من كبار الكتاب والباحثين ليس في روسيا على المستوى العالمي من شي اسبوعين قال هذه حرب إقليمية هي على تخوم الحرب العالمية الثالثة ظهرت الصحافة الأجنبية وحتى منشيت تحت سورة سيد حسن نسر الله الرجل الذي بيد مفاتيح الحرب العالمية نحن بحرب إقليمية كيف الأطلسي أمريكا المارينز والدلتا فورس والأساطيل في البحر والقواعد في البحر وتقاتل والمحور يستهدفها في البحر هلأ بحر العرب بحر والبحر الأحمر والبحر الأحمر المتوسطة أعدينا لكم العدة فيها والقواعد في العراق وسوريا مستهدفة يعني أمريكا طرفية أعلنت أنها تقود إسرائيل وتقود هذه الحرب وإيران حلفة على مئة إنجيل وألف قرآن لهم الإيرانية رح يصدقوا للأمريكين رح يصدقوا لحده رح يصدق أنها ليست منخريطة في هذه الحرب السلحتية اللي مولتها اللي دربت وهي اللي أطلت الأسرح بس كمين حدا بإلا اليوم لإيران ما زير بدك أنت تحاربت أطلقي صواريخ من عندك ليش عم تطلقي صواريخ من غير محلة ليش ليش مين قالوا أنه هاك الحروب تدار مين قالوا الحروب هاك تدار صواريخ من إيران على إسرائيل حرب نووية بتكلف الأمي مئة مليون بشري القائد العيقل والذكي بحسب كل المذايب والمدارس الأسكري هو الذي لا يخوض الحرب وإنما يحبطق ما يريده بالتهويل وإذا أخذ الحرب يخوضها بالمسارع والسحات وبالزمن اللي بيخلي يدفع كل في أقل ليأخذ نتيجة أعلى من اللي قالوا أنه محور المقاومة مستعجل لحرب يوم القيامة والحرب النووية ويشيل إسرائيلي بساعتين والوجود الأمريكي أو بيوم أو يومين لأنه إذا عم نحكي عن حرب إسرائيل إيران تدخلها وأمريكا عم نحكي عن حرب يوم القيامة ليه قد يستخدم وسيستخدم فيها أسلحة غير تقليدية إسرائيل؟ في شي اسمه حرب الاستنزيف هو في حرب طويلة الأمد تجري على جولات أو مفتوحة على الاستنزيف هالمرة اللي اختار ينتحر بطريقة الاستنزيف الاستنزيف هو نتانياهو قالنت حتى محوار المقاومة للأيام الأولى كان بده هدنة وطلق الساعد حسن إسرائل وقال بدنا حرب النقاط ما بدنا حرب من؟ هابقول نحن الحرب طويلة الأمد فيها تأخذ سفة الجولات وفيها تأخذ سفة حرب الاستنزاف حرب الاستنزاف يعني هدنة إنسانية مثل اللي صارت واستمرار الاشتباك إلى أن يقضي الله أمراً كان مفغولاً من الذي ورط إسرائيل وورط أمريكا وأقحم إسرائيل بتهلكتها بزمان سقوطها ليأخذنا إلى حرب استنزاف؟ هو نتانياهو غالنت تعرف شو قال غالنت مبارح؟ قال لا شرعية إلى شرعية الحرب وإنه زمنا في هذه الحرب فليس مكان في هذه المنطقة طيب يعه شو قال نتانياهو سيمو ريتشو بن يائير وما بعرف ابن مين وكذا وإلى آخر شو قاله؟ قاله حرب وجودية لإسرائيل إن لم تنتصر شو يعني؟ لوجودة لها شو بالترجمة العربية إلى؟ هو نحن في حرب تحريف فلسط من البحر إلى نار لا بدأ اجتهاد لا بدأ كثير فلسفة لا بدأ كثير تفاعلية لا بدأ كثير تفاعلية بدأك تقرأ المعطيات والوقائة كمان هلا رح تسأليني أنت وكيف تتجزن بأن إسرائيل لن تنتصر؟ لا أعطيك وقارات ليس إسرائيل إسرائيل والعالم رح أجيلك على أمريكا إسرائيل والعالم جاء أمريكا هذا المقال اللي بدي أعطيك أعطيك يا بكرة ليس اليوم ليوم شي تاني ليوم شي تاني علوم المستقبل ألف بي أول درس نقول لهم أنت بدأك تستعد عقلياً إذا بدأك تعرف ما سيحدث لخمسين سنة قادمة أداء عليك أن تدرس في الماضي لخمسين سنة عشر سنة عشر سنة أنا أتحدى من على هذا المنبر أي حدا يستطيع أن يأتيني بواقع واحدة تخالف ماذا سأقول بالوقائة إسرائيل بل سبعة وستين انتصرت صح بحربة بمعركة الكرامي بتمينة وستين بالأردن هزمت بحرب تشرين هزمت عسكرياً واستعادت عنها بثيقة الأمريكا وبالتسوية وخيانة مصر لكن في العمل العسكري هزمت اشتاحت اتنين وتمانين وخرجت من لبنان مهزومة وذليلة ورأسها تحت ذيلها تبه هذا التعبير يا دود أحرانوت وفي حرب الألفين كسيرات واحدة من أهم عناصر قوة استراتيج القوة الاستراتيجية لإسرائيل ما بتحتل الأرد تقعد على قلب الشعوب لتاخد سك استسلام وتتبيع مش تتبيع شو عملت بلبنان طلعت بلا تتبيع ولا تتبيع بدون قيداً أوشر هاي هزمت في اسرائيل ما تبرج أولت اتنين وتمانين حتى الألفين اللي أخذت تمنتعشر سنة بالألفين وخمسة هزمت اسرائيل وخرجت من غزة وفكفكت المستوطنات مستوطنات مين فكه؟ هو أبو الاستيطان اللي اسمه شارون اللي زرع أول حجر مستوطنة في غزة صح؟ بالألفين وستة جاءت اسرائيل تعتد بعضلاتها وعنصر القوة الاستراتيجي الثاني التي كانت تخضع الشعوب والأمم والدول والعرب شو هي؟ الزراعة الطويلة الحرب في أرض الخصم ما هيك؟ التفوق الجوي والناري بالألفين وستة قالوا انها قالت لهم المقاومة بها ثلاثة وثلاثين يوم انت وذراعكم الطويلة كسرنا وكسرنا رأبتكم وصارت الجبهة الداخلية في اسرائيل والحرفية لكن اليوم وين الحرب بشمال فلسطين؟ خمسة كيلو بخمسة بتزيدوا نص نص متر من زيد متر مشان مصداقي طب اذا الالفان وستة هزمت فيها الالفان وثماني حاولت اقتحام غزة وهزمت الالفان وتسعة عملت اشتباك مع غزة ولم تحقق شيء الالفان واثناش الالفان واربطعش حاولت تقتحم الشجاعية ودمره لواء قوليني الالفان ووحدة وعشرين صارت جولة القدس وخضعت اسرائيل وتوحدت الساحات في فلسطين الالفان اتنين وعشرين جولتان وبالفان الثلاثة وعشرين هلأ نحنا بجولتان وبدأت الجولة بفعل عجائبي عجيبي عجيبي طفان الاقصى طب مين اللي بيفهم واللي عسكري واللي معتد بعقله واللي عقله ديناميكي مش عقادي ومش عنزي ولو طارت لانه عنزي ولو طارت خلاص اوكي عرفت كيف يفكر اللي بيفترض انه اسرائيل قادر على الانتصار في هذه الحرب لشي هي من خمسة وخمسين سنة الى اليوم من ثمانة وستين تصرت بحرب وبالمناسبة وفي كل الحروب مولتها امريكا وعملت له جسور جوية حتى مع غزة اذا متذكره وقاتلت معها وقاتلت معها بحرب تشترين وقاتلت معها وفي هذه الحرب جاءت امريكا لتقود الحرب واسرائيل ما متبهين انتو انا من اول اسبوع ارسلت امريكا ضباط اركان امريكيين سمتهم خبراء ومستشارين مستشارين غير عن قوة الدلتا فورس والمارنز طب انا بس بدي اسأل اذا في جنر عم بحرب وعم بالميدان طبعا انا بدي اسأل اذا في ضابط جنرال امريكي وجنرال اسرائيلي لمن ستكون الامرة لامريكين طب اذا امريكا هي التي تقود الحرب وحشدت اساطيله وبهذا الحجم و الى اخره خليني احسم اول واحدة جاءت اسرائيل بعقلها بازمتها وازمتها عميقة وهي في حقبة الشيخوخة الكاملة وفقها وحقبة عجز عن اتخاذ القرار كيف نتانياهو بدي وقفة لاقنار استجابي لبايدن عمل هدنة سبات يام اذا بتكفي اليوم التامة سقطت الحكومة ارتبكت الطربة اسرائيل على الحبس فرجع لها القتال هذا اسمه حجز عن اتخاذ القرار الصائب في الزمن الصائب اذا حدا يتوهم للحظة واحدة انه اسرائيل فيها تنتصر بهذه الحرب بنصحه لا سا اذهب لك وللحجة القوية الاخرى لكن امريكا ما زالت قوة ارقيلية اولا تسمح بهزيمة اسرائيل وما بعرف شو مشاك بتاعي لا نعمل على الحساب الواقعي مثل الحساب طبع اسرائيل اسرائيل بالالفاء اسرائيل وزمت بالالفان صح فجاءت امريكا اول شي اهلت نفسها بانقلاب داخلي نتذكر انتخابات انتخابات الالفان كيف حسمت بعد ثلاث شهر قرار من المحكم اليولو بفرق صوت وفرق ثلاثين صوت كانوا بولاية روي بوش خيولة بوش واخره شبه انقلاب لا لانه ادركت بان اسرائيل فقدت دورها الوظيفة فقرر السقور ان يأتون هم بقوتهم واسلحتهم عملوا تحالف دولي وغزو افغانستان عملوا تحالف دولي وغزو بغداد صح؟ مع نتيجة الغزوين هزمت امريكا فيهم ما حدا يقول لي انه بافغانستان انتصرت بدك تسمح لي امريكا لا بدك خليني يكفي لك لا تكفي بس ما تنسى الفوضى البناء هو انتصار لامريكا في المنطقة لا لا شو فكرة الفوضى البناء كيف يصفها ماركس او شو اسمه ابن خلدون او اهم اثنان جيوبوليتيكيين منظرين في العالم اذا جاءت على افغانستان ما هيك لي تحتل وسط اسيا نفط وغاز وتحد من عودة روسيا فائلا وتحد من سعود الصين وتحاصر ايران وجاءت الى العراق وبقوتها وتحالفاتها وخرجت مهزومة وذليلة فكرت امريكا انا بقول امريكا سيستم عقلاني علماني ديناميكي ما بيستسلم اجو تفكرت طب انا بعمل حرب بسمتها القيادة من الخلف انو انا بقول الحروب من الخلف لاش لا تورط واخسر معدات وتقود وحد عشاء وتقود بعمل بالادوات المحلية جابت ما يسمى بجيش الاسلام الامريكي من فصله الثلاث السلفي الاخواني والوهابي الداعش نعم واطلقت كل شي في عندها مساجين بالعالم هي وهي الدول وسوامتهم هنا بتروحوا وبتقاتلوا يعني شركة الامريكي وزاجت 360 الف من شذاذ الافاق بسوريا صح؟ وبررت عبر قطر مجلس التعاون الجامعة العبرية او الجامعة العربية غزو ليبيا لتدميرها وحاولت وجندت الدول العربية واسلامية وحاولت ان تسقط اليمن الحوثيان وعملة الغزو وعملة الحرب بأدواته وما هي النتيجة؟ هزمت مش بس هزمت وأصبح وجودها في قواعدها في العراق وفي سوريا رهينة بيد محور المقاومة وأصبحت ولأول مرة من 600 سنة على الأقل على الأقل من 600 سنة يصبح محور المقاومة شريكاً في البحار والممرات ترى شو يعني شريكاً في البحار عن أي بحار عم نحكي نحنا؟ عن المنداب عم نحكي عن البحر الأبلد نطاس ترى شو أميته هذا؟ يصن السارق بالغار هذا الأهم من هيك أمبراطورية قرطاج الفينيقية حتى الآن هي أوسع أمبراطورية بتاريخ البشرية وحينها كانت الأذكى والأكثر ثقافة من أن طلعوا هول الفينيقيين تبع قرطاج واحتلوا العالم؟ من هون من لبنان ومن سوريا عرفت كيف؟ إذن البحر المتوسط البحر المتوسط علم البشرية التجارة البحر المتوسط علم العالم الحرفة والحرف البحر المتوسط علم العالم صناعة السفن من أرز لبنان أو أرز أعرفت كيف هذه المنطقة إذن هم تحدث عن بحر عن بحر حاكم من يسيطر عليه يسيطر على التجارة العالمية طيب ما بيلك البحر الأبيض والبحر الأحمر 40% من تجارة العالمية بتمرو عبرو وبحر العرب والخليج اللي كمان أكثر من 40% من نفط وغاز أوروبا والعالم يمر منه ومتى وأوروبا شائخة ومأزومة وعاجزة وقد استجابت لأمريكا وقطعت النفط الرخيص والسهل للوصول والغاز الروسي وعب تلفق بده شوية نفط من لبنان ومن إسرائيل من بحر المتوسط في هذه المعركة في هذه الجولة بعد 20 سنة من الاشتباك المباشر مع أمريكا و 75 سنة الاشتباك المباشر مع إسرائيل المسنودة من بريطانيا فرنسا ثم أمريكا وقرن منها قرن وخمسة سنين لأنه في 1918 بدأت ثورة صالح العالي رفضا الاستعمار الفرنسي بجبال العلوين أو بجبال طردوس والذيقية وصارت ثورة من 1918 يعني قرن وخمس سنوات في مواجهة هذا الزرع الخبيث اللي اسمه إسرائيل هذه الهيمنة الخبيثة التي أفقرت وأدمت ونهبت وكل شيء لهذه الشعوب يبدو كمان الله عز وجل ربنا وكمان الطبيعة والجغرافية كمان الجيوبوليتيك كمان السراع كمان التاريخ والأزمنة بدأت تنصف هالشعوب والأمم الأزمي يظلوا كل عمرهم بحروب فنحن على عتبة التحرير وتحرير فلسطين مقروم ب زوال السيطرة الأمريكية والغربية من المنطقة والأهم سقوط نظم سايكس بيكو اللي يجو بعد من نواجه الحرب العالمية الأولى بوعد بلفور وبسايكس بيكو والتقسيمات وبإنشاء هذه الكيانات المصنعة لتتخدم وتتخدم مع إسرائيل والجميع يخدم المصالح الغربية التي آلت إلى رأس النظام نظام العالم الأنجلوسكسوني اللي اسمه أمريكا وبلغت حقبة الليبرالية والتوحش وأبرز ما نشهده من طبيعة هذا السيستم والشهده على أنه يلفض أنفاسه هو ما تفعله إسرائيل في غزة إسرائيل في غزة ديست شرعة حقوق الإنسان ديست القانون الدول الإنساني ديست تعرفت كيف كل القوانين النظمة للحروب وحماية البشر وحماية الإنسان جريمة حرب جريمة ضد الإنسانية صح؟ إسرائيل ومتحت الأضواء وتفاخر بذلك حق الدفاع عن النفس وبالمقابل ماذا قال لنا القسام يوم؟ أن الحضارة الإنسانية وحقوق الإنسان وعادة تأصيل شرعتها وشرعة حقوق الحيوان نحن اللي بنعمله لأننا مقاومة مؤمنة انت شفت الفيرق بالأسرة انت شفت الأسيرة اللي طالة عملة خمسة عشر سنة وجهها مورد وعبتضحك وعبتها كلبة لك أنا هيك سفنت انه يا إلهي على هذه المقاومة واحد مقصوف بيته مقتولي أمه وبيه وولاده ما هيك واطفله هو بأي لحظة ممكنه يموت فاضي يروح يجيب أكل للكلب ليطعمي له ويطلعه وعرفتي كيف ليمشيه وإلى آخرية تحت القسر شوفي القيمة والأخلاق في شي غزة عبتصنع وغير أنها اسطورة المقاومة عبر الأزمنة شعب أبدي وجبار قدر على التحمل هائلة قدر على المفاجأة هائلة الآن يجري تأصيل القوانين النازمة للحياة البشرية على قواعد ثقافة آسيا والعرب ثقافة الأديان في النظام في العالم الجديد الذي تسر عملية غزة القيصرية مع العملية القيصرية في أوكرانيا بولادات خمسة دقائق بخصوص الفوضى البناء مش هيدا نجاح لأمريكا بليس بدي ألم بعد عندي سؤالي خليني إليك شاغلي إذا نخلدون بقول الفوضى هي المرحلة الحكمية لنحدام القديم وولادات الجديد كارل ماركس بالبيان الشيء يقول عندما تتساوى الموازين بين الطبقات المحتربة تذهب البشرية إلى التوحش إلى التوحش عن الفوضى البناء إذا الفوضى البناء ليست قراراً وليست استراتيجي هي دليل على أن النظم القديمة الجغرافية القديمة شاخت ولم تعود قادرة على الحياة لم تتولد قوى حاملة لمشروع بديل مثل الواحد عنده بناية بلا شو أو الحجارات رمامة أو رمامة ما بعد شو أموصل لمحل ما عنده مخطط هندس لا ينشئ محل يهبط وينشئ محل لبنائتين شو بتعمل بناية توالحين إذا الفوضى الخلاقية حقبة تاريخية حكمية حسب علم جيوبوليتيك وعلماء جيوبوليتيك وعلم السياسة وعلم المجتمعات هي حقبة ضرورية لانهدام القديم وتوفير شروط ولادات الجديد اللي نحن فيها ليست نجاحا لأمريكا دكتور عود بعض في شي لازم نطرحه جدا وضروري بدنا نستشرف المرحلة المقبلة حضرتك قلت نحنا حرب السنزاف حرب النقاط لا تسوية سياسية راحين إلى تحرير فلسطين وزوال بريطانيا وأمريكا من المنطق شو كيف كيف؟ قدي وقت هيا حرب غزة الأمريكان أعطوه لناتانياهو لأخر السنة لماذا لأخر السنة؟ برحة أعلنوا رسميا إنه معقول تتمدد كم يوم لا 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 ما أكي أسبوع هلي مش بحسباتنا أعطوه من هون لأخر السنة إذا استطاع واستمر لن استطيع تحقيق ليش إذا إحنا متفقين إسرائيل ستوزم في هذه الحرب وهي حرب وجودية ما الذي سيحل بعد أسبوع أو أسبوعين؟ إما تنفجر إسرائيل بعزماتها ونحن شايفينها ما هيك؟ إما الحوثي ومحور المقاومة يقفل المضائق ويقول للعالم لأوروبا بديك تسقط غصب عنك أنت وأمريكا إذا ما لجمته أكلب صيدكم أكلب صيدكم اللي أعدته في المنطقة وطبعا هو لأمريكا إذا رفعت أسبوع إسرائيل بتوقف الحرب ما هدئ لنا غير هيك على الإطلاق بس لا يمكن أسبوعها مكسور لأنه مأزومي داخليا أو ستنشأ تطورات في المنطقة العربية بصورة أساسية على تماس مع الصراع العربي الإسرائيلي وحتى عينك على أردن ومصر له يمكن أن يستمر هذا الموقف على حاله وأن نشأت بتعمل منقلاب وتغيير بهذا السياق خدم المواطيات الموضوعية أو بعد أسبوع بيقبل نتنياهو ووقف إطلاق النار لأسبوع ثاني أو أسبوعين بذريعة الكذا أو إلى آخرين بنرجع بنشوف يتمدد بصير أكثر أنه يتمدد ونذهب من حرب الاستنزيف إلى حرب الجولات مجرد أن يقف إطلاق النار ويبدأ الشروع بتنفيذ والاستجابة للشروط حماس ثاني يوم ثالث يوم ماذا سيحصل في إسرائيل ستنفجر هل تستطيع إسرائيل إنتاج حكومة بديلة لهذه الحكومة؟ دعنا نخذ الوقائة في أربع سنوات خمس انتخابات للكنيسة وحكومة ضعيفة صح؟ اللي نحن فيها وقبل طوفان الأقصى وقبل الحرب الوجودية التي ستخرج منها إسرائيل إذن عندك شك إشارة استفهام أنه إسرائيل فيها تنتج حكومة وغالباً ستروح على الفراغات مثل ما نحن ما حدا يقول إن إسرائيل ما بتروح نحن بلبنان سنوات عشرين سنة بالفراغات ونحن عادة لها الكام أرزي العجئين الكون نحن أذكي أذكيها البشر ونحن أحفاد الفناقيين ونحن ومن صنعنا إمبراطورية قرطاج صح؟ هنا بتروح إسرائيل على لا حكم إذا بدك لا حكومة دولة بلا حكومات مثل ما سير أنا بالفراغ لكن الفراغ في إسرائيل خلال شهران بيطلع مليوناً من أسل الأربع مليون المقيمين اليوم أبقرأ ربور إنه خمسمائة ألف صاروا نصف مليون خلال كم يوم؟ ستين وتعت الحرب فتصور أنت وقفت الحرب لشهر طالع مليون ونصف هون اختل الميزان دي مغرافي بس بين الضفة وفلسطين 8 أربعين متأكد في عداش فين فلسطينية بتضفة وفلسطينية 8 أربعين خمسة ملايين اختل الجاتاء طيب وعند وقف إطلاق النار لتثبيته هون الروسي رح يبقلش يشتغلوا الصيني والأمريكاني رح يستجيب مؤتمر إقليم مؤتمر دولي للبحث بآليات فرض السلام كيف يفرض السلام بالعودة لحل الدولتين عندما يبدأ الحديث عن حل الدولتين ستنفجر إسرائيل في بنيتها الداخلية لماذا؟ 1995 كان في نبي عند إسرائيل اسمه رابين هون بسموه نبي وحضرتك كتب بالوقات نبي إجا حرف هو شمعون بيرس تعالب عرف التطورات وإلى أخر اقتنعوا بأنه هلأ يمنغتص بالمنطقة ومنعيش فيها أبدا وبتالي من أنه عمل تسوية وما في مكانها لإسرائيل من يوم ما كتب شمعون بيرس الشرق الأوصل الجديد وحذب من التطرف والتدين وإلى آخره فيها وجاء رابين وأعطى كلينتون ما سمي وديعة رابين للرئيس الأسد ليه الانسحاب لحدود الرابين من حزيران عندما أدركت إسرائيل بأن رابين سيفرض عليها الانسحاب إلى حدود الرابين من حزيران قتلته ومع قتل رابين قتلت فرص التسوية والصفقات مش يعني كل اللي نطر أما اللي نطر أنه إيران وسوريا راح تبيع رأس غزة ورأس حزب الله وتقبل بصفقة أذكى بكتير بكتير درسوا تجربة من يحترب مع الأمريكان ثم يصافحهم وأدركوا صدام حسين أتلو الأمريكان على المشنطة وعمر القزيف بالخزو وعرفيت بالسم لذلك من الأهبل منهم هو اللي بيقبل يعمل تسوية على حساب على رأس حماس أو على رأس غزة الله بما تقدم وهو يعرف بأن الأمريكا غدار وسيثعر منه وسيسقطه وبدأ يخزقه أو بدأ يسومه بما تقدمت دكتور رعوات كأنك عم بتقول أنه كلام السيد نصر الله سليم 100% إذا الأزمة الداخلية الإسرائيلية ستسقط إسرائيل من الداخل راح نروح إلى تحرير بدون حد أحسنتين وهذا رهانات محور المقاومة ولهذا سيد حسن طلع بخطاب عبقر يبدأ أنا عندك قلت أنه كنا نتعامل معه وأنه قائد استثنائي وصراحة قائد استراتيجي وشامل شوفي قداش بعد النظر أنه أنا بروح على حرب طاحنة بتدفع فيها الأمة عشرات الملايين وجغرافيا ولا تقوم لها قائمة لبعض خمسين أو مئة سنة ولا بيخد وقته وبعمل نصر في غزة بقدم النصر غزاوي حمساوي سني أنتم يا سنة الذين تحررون فلسطين ونحن الشيعة خلفكم مش قدامكم مش عم ننتجر ونرح نساو مالون شوفي الفتنة والذكاء اللي فيها ورهانات في الحرب واستمرارة تعجز إسرائيل في الجولات نكسب في الحرب الطاحنة نكسب بكلفة عالية في حرب الاستنزاف نكسب ونحقق مكاسب بسرعة متوسطة شكرا لإلك الباحث الدكتور ميخايل عوض إلى لقاء الله راد بعد الأعياد شكرا لإلك شكرا كفورك وشكرا للأصدقاء المتابعين وإلى اللقاء